سعد صباحكم من جديد وين ما كنتوا خميس يانيت وقفنا قبل ما نقرأ الصحف مع دور المرأة في العمل وواقع النساء في العمل وحكينا يعني أنه نصف المجتمع ولكن للأسف هذا النصف يعني حتى وإن كان يعمل ولكن دوره في العمل ما زال ضيق ما زال محدود ما زال مهمش أيضا في بعض الأحيان وما زال حتى في بعض الأعمال التي تقوم بها النساء واللي يعني ما بتدخلش ضمن الناتج الإجمالي المحلي هذا صباح معنا سيدة عائشة حموضة مسؤولة دائرة المرأة ونوء الاجتماعي في اتحاد رمال صباح الخير صباح الخير كل عام أنت بخير أنت بخير سيدة فلسطين سيدة عالم سيدة صباح سيدة فلسطين سيدة عالم شرفتين بسنوات ماضية حكينا بذات اليوم ممكن عن واقع المرأة في سوق العمل الفلسطيني كيف من سنة إلى سنة تتغير أو بتغير هذا الواقع في ظل بنحكي عن العديد من الفعاليات اللي هي عمليا بتركز على رفع الثقافة والوعي للمرأة الفلسطينية أنه ضرورة بالفعل تكون شريكة في سوق العمل الفلسطيني مختلف الجهات وكمان تكون بذات الموقف أنه لا يأخذ حقوقها فقط عاملة ويعني تكون حقها منطقص أو لا تأخذه كاملا أو يقل عن ما يأخذه الرجل كيف تشوفه التغير بالمعادلة من عمل آخر؟ أكيد بس اسمح لي بداية يعني أن أوجهتني على كل النساء العربيات وأخص بالذكر النساء الفلسطينيات بما يتعلق بالنساء الأسيرات المناضلات النساء العاملات وبالأخص النساء اللي صامدات على الأرض في الزراعة كل الاحترام لهم كل عام وهنا بخير ومنعتبر هذا اليوم هو مش يوم عيد هو يوم تجديد للنضال لأنه إحنا ما زالنا نكافح لوجود المرأة من بداية المدخل اللي أنت حكيته أنه ما زال هناك في تراجع واضح في نسبة النساء في سوق العمل لما بتحكي من 16% ل 18% نسبة النساء في سوق العمل لما بتحكي عن قانون العمل الفلسطيني أقر من الألفين جزء كبير من النساء لا يطبق عليهم قانون العمل الفلسطيني عن حد أدنى للأجور إحنا منفت بالسنة الرابعة وما لا يطبق الحد الأدنى للأجور وجود النساء في قطاعات الأكثر تهميشا انتهاك للنساء في القطاعات اللي مفترض تكون في هيئات قيادية واضح أنه يتم استغلالها من هذا المنطلق واضح أنه ما عندنا سياسة واضحة للتنمية لوجود النساء في القطاعات اللي ممكن تساهم فيها في التنمية وهذا بمؤشرات اللي أنا حكيتها لما بحكي عن 87 ألف عامل 80% لا يطبق عليهم لحد الأدنى للأجور 80% منهم نساء لا يطبق عليهم لحد الأدنى للأجور وجود النساء أكثر في القطاعات الأكثر هذا موثق الكلام طبعا كمان وجود النساء في القطاعات الغزل النسيج الخدمات العامة رياض الأطفال القطاع الزراعة وجود النساء بنسبة عالية جدا في هذا القطاع ونسبة تطبيق قانون العمل بالمجمل بسبب ضائلة جدا هذا حط عندنا أولويات كدائرة مرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شو الآلية؟ أولا ناضلنا لأنه يكون في قانون عمل فلسطيني ناضلنا لأنه يكون في حد أدنى للأجور أحكي عن المؤشرات الأخيرة لازم نشوف شو الأسباب لهذا الجانب بالتدني بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وأخصينا بفيد تدني الحد الأدنى للأجور لأنه النسبة الأكبر منهم لا يتبق عليهم النساء فعملنا فعالية كانت بتسعة الشهر من الشهر الماضي كانت باب مجلس الوزراء قابلنا الأمين العام لمجلس الوزراء ووزيرة شؤون المرأة حطيناهم عد خمس نقاط مهمة لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور اللي لها علاقة في عدم موجود مفتشين عدم آليات تنفيذية لهذا القرار ضمن قانون العمل الفلسطيني عدم موجود وتفعيل دائرة الشكاوي عدم موجود قضاء متخصصين في سرعة في عملية علاج هذه القضايا وهذا اللي خلى جزء كبير من النساء العزوف عن أنها مطالبة بحد الأدنى للأجور كمان أشرنا للحكومة عن خطورة أن سوقنا الفلسطيني أصبح طارد للمرأة الفلسطينية مخيف مرعب لخلى عدد كبير من النساء تتوجه للعمل في المستوطنات وهذا حق مسؤولية وطنية من هذا المنبر منحكي أنه مهم كثير أنه العملية يعني الحماية الاجتماعية والديمقراطية هي الحماية لحقوق المرأة لضمنتها المواثيق الدولية واللي من ضمنها الحريات النقابية والحريات العامة هذا متوازي بالعمل النضالي هذا مهم كثير أن حكومتنا تشوفه نحن مثل ما فيه عندنا جانب العلاقة نضال مع الاحتلال وانتهاكات موثقة ضد النساء في الانتهاكات يجب أن نرى بعين أن النساء نصف المجتمع يجب أن يكون هناك عمل لائق يجب أن يكون هناك حرية وديمقراطية للعاملة حتى أنها توصل لمرحلة تشتكي على صاحب العمل دول أنا يمارس ضد انتهاك لكن كمان لو متحدث عن الانتهاكات التي تمارس بحق المساء في العمل متحدث فقط عن المستوى أو الحد الأدنى من الأجور في انتهاكات عديدة تمارس بحق المرأة تحديدا فترة الحمل فترة ساعة الرضاعة التي من المفترض أنها هي حق للمرأة حتى شروط العمل القاسية الساعات الطويلة وحقوقها عند انتهاءها من العمل كل هذا في العديد من المؤسسات ومؤسسات كبيرة خلينا نحكي وفي منها مؤسسات أيضا وتابعة للحكومة تمارس برضو هذه الأمور بحق النساء في جانبين بالجانبين الإيجابية اللي ممكن أحكي عنهم اللي كانوا الجانبين السلبية أولا قلة عدد مفتشين وزارة العمل وهذا كان أحد الأسباب المساهمة في عدم تطبيق القانون العمل فلسطين لما تحكي عنها محافظة فيها 30 ألف منشأة فيها 6 مفتشين ولا 3 مفتشين على مستوى الضفة 44 مفتش تتخيل أكم منشأة في الضفة الغربية 44 مفتش لنا 7 سنين 8 سنين وهذه المشكلة العقيمة هذه المشكلة العقيمة لكن هلأ نحن في الغرف المغلقة بإشراف منظمة العمل الدولي يصبح هناك تعديلات على قانون العمل الفلسطيني وعندنا رؤية واضحة كدائرة مرة أنه يكون هناك تعديلات من منظور النوع الاجتماعي لأنه لمرة كنا نناقش قانون العمل الفلسطيني أنه يجب أن يكون هناك وجود نساء في كل اللجان اللي بتناقش قضايا القانون لأنه ما كانت تنحط القوانين برؤية من منظور النساء هذا الجانب سيساعدنا أن هذه الثغرات اللي له علاقة بعدم تطبيق قانون العمل الفلسطيني المتخصصة في النساء يجب أن يكون هناك عقوبات جزائية واضح أن العقوبات غير رادية لقانون العمل الفلسطيني لما بحكي عنه من 2000 يعني نحن صورنا 16 سنة نسبة كبيرة مر زمن وفي نسبة عدد كبير لا يطبق عليها قانون العمل الفلسطيني وفي جزء من النساء أنا لتقيت في مهندسات ومخلصات جامعات بكالوريوس ما باخده إجازة الأموة بتقولك أنا ما عندي مجال أشتغلي بهذا العمل وما بقدر أتنازل وأطلب هاي الإجازة أحسن يروحني ما في مدخل غير هذا المدخل وهذا أحد الأسباب اللي عدم حماية النساء في ساحات القضاء في تفعيل دوائر الشكاوي وهذا كمان المشكلة مش بس مشكلة تثقة في العاملات خوف العاملات بسبب الفقر وغلاء المعيشة والبطالة الأساس القانوني هو الفيصل في كل هالقضايا لو عنا شيء قانوني القانون يطبق نستند عليه في كل هالقضايا ممكن تحل جميع هذه المشاكل فقط بصفي كل واحد يقوم بدوره والقانون هو الذي يأخذ أتفق معك مهم وجود قانون لكن الأهم منه كمان تنفيذ القانون وثقافة المجتمع مرات كثير كمان القانون إجا لحتى يفرض ثقافة وكمان النساء ومجود تحكينا بهذا الموضوع في أثناء المرة نساء كمان مقصرات أنا اسمحي لي أحكي لي أنه مثلا إذا كانت تستغل في سوق العمل مثلا في القطاع الغزر والنسيج أو حضانة الأطفال أو في الزراعة أو ما إلا ذلك طب ما هو في عندهم مجال مثلا أنه تتقدم بشكوى ليش ما تتقدم شكوى وتتابعها والمتابعة مين ممكن يتابع لها شكوتها أنا حكيت أنه مثلا آليات تنفيذ قانون الحد الأدنى للجور في آليات ناقصة لما أنا كعاملة موجودة في موقع العمال ما في حماية إلي إذا أنا قلت له بدي الحد الأدنى للجور قام أخذ قرار بفصلي أخذت فصل تعسف توجهت للقضاء لما بتوجه للقضاء بعد ثنين في القضاء طب أنا مين ده يحميني مين ده يأمين لي رزق لأولادي إذا أنا مفصلت ومين بدأ يخطت محامي سابع القضية ومين بدأ يخطت محامي كمان إحنا إذا هلأ أنا اللي أنا بدأ وصله إحنا القوانين مهمة تعديلها مهمة وكمان القوانين المزمة الجزائية يعني اللي تلزم أصحاب العمل الجانب اللي بدأ أحكي عنه كمان اللي له علاقة بإلزام قطاع الخاص واضح يعني دايما منحمل إحنا تحت احتلال والقطاع الخاص بإحنا بنا نتمسك فيه ولهذا بنتزمت فيه ونسينا إنه نص المجتمع هو العامل ونص المجتمع هي النساء وهذا كان جانب مهم كتير إنه ينشغل عليه وين سياسة الحكومة كحكومة في دمج النساء في كل قطاعات العمل وباتفاق بتقرير سيداو بتقرير ظلي أنا حضرته بإزارة الخارجية فيه مؤشر جدا خطير تراجع نسبة النساء بالتعليم في قطاع الهندسة والمحاميين هاي القطاعات اللي إحنا أصلا بدنا النساء تكون موجودة فيها بعدد كبير مش بدنا النساء في القطاعات الأكثر تهميشاً اللي يتم استغلالها وهذا ليش؟ لأنه صار فيه مهاجمة للنساء في هاي القطاع إنه صارت ما تتوازى بالرجل واضح ما فيه مساواة في الأجر ما فيه مساواة بين المرأة والرجل في طبيعة العمل فيه دائما منظور هي إمرأة وهو رجل هي لازم تتعب ألف ميل عشان تاخد ربع اللي باخده في حركة وحدة فهذا عدم المساواة هاي كانت أحد الأسباب عزوف النساء أنا تتوجه بالتعليم تخصصات بطريق أنا سمعت جزء كبير من المحاميات عم بيحكوا أنا واجهتني كتير من العنف أولا ما باخد مساواة بيني وبين الرجل وشوف قديش نسبة القاضيات قديش نسبة النساء في النيابة العامة هذا كمان مؤشر قديش نسبة الناس في القيادة في الأطباء يعني واضح فيه هجوم عند النساء لحتى يهربوا من هاي القطاعات إذا ما حطينا سياسة واضح لنستثمر النساء وبعد نقتل الإبداع والريادة عند النساء أعطينا فرصة للنساء لحتى تكون بصنع القرار فيه شيء كمان أخير بدأ أحكي عنه يلا سريع مجلس الوطني أقر إنه نسبة النساء 30% إحنا بمؤشراتنا كاتحاد لحن نسعة في مؤتمرنا العام لـ 30% لكن لحد الآن لحد الآن هذا الجانب ما أخذ بجانب الاعتبار والدليل إنه نحط الضمان الاجتماعي تم إلحاق نسبة الملاحظات على ضمان الاجتماع من لجنة التشغيل لكن الغرف المغلة ما كانت فيها النساء وقر قانون الضمان الاجتماعي في أغلب الغرف ما موجود وكان جواب جواب الوزير إنه اللي إجت من بره هي أرسلة هي امرأة طب أنا كمرأة فلسطينية تحط قاعد تشريع تحط حماية اجتماعي اشركني أنا كمرأة ولما حطينا الملاحظات وستألنا وزارة العمل ما دارتنا إشي طبيعي ما أدرك لأنها مش منظور مرأة وخاص في المرأة شكرا لك مسؤول الدائرة المرأة والنوع الاجتماعي في اتحاد العمال عائشة حمودة وإن شاء الله للأعوام القادمة يعني بتكون أوضاع أفضل للنساء في سوق